السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه واصلي واسلم على خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي تناء عليك انت كما اتنيت على نفسك لا اله الا انت الحليم الكريم سبحانك رب العرش العظيم والحمد لك رب العالمين اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ان نسألك موجبات رحمتك وعزائن مغفرتك والعصمة من كل دنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبدل سيئاتنا حسنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك ايمانا دائما يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما كتبته علينا يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا ارضنا بما قسمته لنا وارزقنا الشكر للنعم اعطنا يا ربنا ايمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والاخرة يا دا الجلال والاكرام مستمعي الافاضل احييكم بتحية الاسلام تحية اهل الجنة هل تعلمون ما هي تحية اهل الجنة دعواهم فيها سلام فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته انها دار السلام دار الجنة نسأل الله تعالى كما جمعنا وياكم في هذه اللحظة الطيبة ان يجمعنا وياكم في جنة الفردوس الاعلى مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك سوف ننسى كل الهموم وكل الهموم وتبقى مجرد ذكريات لاننا سنكون باذن الله الواحد الاحد نكون في ضيافة الرحمن حيث هناك لا يصيبنا لا ثقم ولا مرض ولا هم ولا غم رب العباد يقول لنا اني اسبغت عليكم رضاي ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ولكم ان تصحوا فلا تسقموا حياة ابدية طيبة مباركة تنتظرنا باذن الله الواحد الاحد فلهذا اقول لكل احباب المستمعين ولكل المستمعات كل واحد اقول له لا تحزن فان الدنيا ثانية يجمع لها من لا عقل له انها لا تساوي عند الله جناح بعوضة فلماذا نحزن من اجلها لماذا نتصارع لماذا نتخاصم لنادى نبيت الليل كله في سهر وكمد وهي ثانية لا تساوي عند الله جناح بعوضة الدنيا دار من لا دار له ويجمع لها من لا عقل له واحسن طريقة للتغلب على مصائب الدنيا هونها في نظرك قول مع راسك انها لا تساوي اي شيء وانا قلبي معلق بالاخرة وسبحان الله سوف تأتيك هذه الدنيا خاضعة بين يديك هي تأتي اليك تقول لك ها انا ذا عوض ان تكون انت العبد وهي السيد تنقلب المعدلة فتصبح انت السيد والدنيا هي عبد تابعة لك هذا البرنامج كلام طيب الهدف منه هو ان نتكلم في بيننا ان نتواصى بالخير فيه نطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا نؤمن ساعة نؤمن بالله نطرح مشاكلنا وهممنا ونعمل على ان نجعل حياتنا كلها طيبة وكلها مباركة باذن الله الواحد الاحد اطلب من كل السدى المستمعين ذكورا واناتا كبارا وصغارا ان يتصلوا بنا ويحكوا لنا تجاربهم مع الله ويحكوا لنا متاعبهم في هذه الدنيا ونحن فيما بيننا نسعى لكي نجد الحلول لكل مشكلة ارقامنا مفتوحة طيلة ثلاث ساعات من خلال رقمكم 05 22 43 00 09 او 05 22 46 42 72 50 او 51 انقلوا ايها الاحباب الكرام ونحن نتذكر الحديث القدسي فيه رب العباد يخاطب ابن ادم يقول له يا ابن ادم لتخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد ابدا يا ابن ادم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد ابدا يا ابن ادم لا تطلب غيري وانا لك فان طلبتني وجدتني وان فتني فتك وفاتك الخير كله يا ابن ادم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وان لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأصلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوصوش في البرية ثم لا يكون لك منها الا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما يا ابن ادم خلقت السماوات السبع والاراضي السبع ولم اعيب خلقهم ايعينني رغيف عيش اسوقه لك بلا تعب يا ابن ادم انه لم انسى من عصاني فكيف من اطاعني وانا رب رحيم وعلى كل شيء قدير يا ابن ادم لا تسألني رزق غد كما لم اطالبك بعمل غد يا ابن ادم انا لك محب فبحق عليك كل محبة يا الله يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن اذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح نادى اصحاب السفينة يا الله يا الله يا الله اذا ضل الحادي في السحراء ومال الركب ومال الركب عن الطريق وحارت القافلة في السير نادوا يا الله يا الله يا الله اذا وقعت اذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجتمت الكارتة نادى المصاب المنكوب يا الله يا الله يا الله اذا وضاقت السبل وانتهت الامال وتقطعت الحبال نادوا نادوا يا الله يا الله يا الله اذا ضاقت عليك الارض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت فاهتف يا الله يا الله يا الله اليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء والتفجع الواله اليه تمد الاكف في الاسحار والأياد في الحاجات والأعين في الملمات والأسئلة في الحوادث يا الله باسمه تشد الألث وتستغيت وتلهج وتنادي وبذكره تطمئن القلوب وتسكن الأرواح وتهدأ المشاعر فإذا الفنى والبقاء والقوة والنصرة والعز والقدرة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله اللطف والعناية الغوت والمدد العز والود والإحسان وما بكم من نعمة فمن الله الله ذو الجلال والعظمة والهيبة والجبروت فاللهم اجعل مكان اللوعة سلوة وجزاء الحزن ثرورا وعند الخوف أمنا اللهم أبرد لاعج القلب بتلجي اليقين واتفئ جمر الأرواح بماء الإيمان يا رب اللهم أزل الوسواس بفجر صادق من النور وأزهق باطل الدمائر بفيلق من الحق ورد كيد الشيطان بمدد من جنود عونك مسومين يا رب ألقي على العيون الساهرة نعاسا أمنة منك وعلى النفوس المضطربة سكينة وأفدها فتحا قريبا يا الله اهد حيار البصائر إلى نورك وضلال المناهج إلى صراطك والزائغين عن السبيل إلى هداك اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم واترد من نفوسنا القلق نعود بك من الخوف إلا منك والركون إلا إليك والتوكل إلا عليك والسؤال إلا منك والاستعانة إلا بك أنت ولينا يا الله فنعم المولى ونعم المصير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين